الفكرة الأساسية من فعالية فرحة يتيم هي بأن نحن نشوف فرحة هذه الأطفال ضحكة الأطفال فكانت الفكرة أن نقدم لهم باقات تصوير نحن نهديهم باقات تصوير إضافة إلى الباقات التصوير ضفنا عليها بعض البرامج المكملة للفعالية مثل رقم رسم التلوين رسم على الوجوه ألعاب مسابقات شخصيات كرتونية على أساس أن نوسع موضوع الفعالية وهو أن نخلي فعالية متكاملة ترجمة نانسي قنقر طبعا فكرة الفعالية كانت فكرة قديمة شوي تقريبا من أربع سنوات كنا الفكر في موضوع بس مجرد فكرة تتراود ما كان فيه إصرار ما كان فيه عزيمة لنحن نسوي الفعالية من هذا القبيل يمكن ما كان فيه إمكانيات إلى أن طلبنا دعم من جمعية الكوثر ما شاء الله عليهم طاقم متكامل حتى لدرجة كل من شاف الإعلان وكل من بادر بالتسجيل توقعوا أن الفعالية من صوب جمعية الكوثر كامل وهذا إذا يدل على شيء طبعا يدل على جهود هذه الجمعية يدل على تواجد هذه الجمعية المستمر في المجتمع وهذا فخر فخر لنا طبعا ترجمة نانسي قنقر واجهتنا صعوبات من الناحية المادية فطلبنا دعم ما قصروا ويانا فصراحة من أول ما وصلتهم الرسالة ما ترددوا بأنهم يدعمون طبعا ألف شكر لشركة الحداد موتورس مرسيدس وهذا الشيء مو بالجديد عليهم دائما متواجدين دائما يدعمون أن نحن الفعاليات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الشكر الأكبر موصول لكل فرد بدل مجهود وساهم في نجاح هذه الفعالية ألف ألف شكر أخواني أخواتي المنظمين أخواتي المصورات والأخوات المتعامنات مشكورين ما قصرتون نجاح هذه الفعالية ما كان راح يصير لو لا تكاتفكم مع بعض لو لا تعاونكم ومواطرتكم الطيبة اشتركوا في القناة